السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله سنتكلم عن حديث وفاة أبي طالب وفاة أبي طالب فيها دروس وعبر وفوائد عظيمة لمن يتأمل ولمن يتدبر إن الذي ينظر في قصة أبي طالب وفي حياة أبي طالب لا سيما عند موته يرى عبرا عظيمة ودروسا كبيرا فيجب على كل واحد مننا أن يتأمل في هذه الدروس وأن يعمل بما فيها لينتفع بها في الدنيا والآخرة أنتم تعلمون أن أبي طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وتحمل المشقات من أجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك مات على الكفر ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى مع أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق لكن ليمت على الكفر ولماذا لم ينطق بكلمة الحق لماذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل هذا سنبينه إن شاء الله في كلامنا في حديث وفاة أبي طالب وطبعا كما قلت هذا الحديث فيه فوائد وعبر عظيمة ودروس كبيرة لمن يستنبط ولمن يتأمل فإذا تأملت في هذا الحديث استخرجت منه دروسا وعبرا كثيرا سواء كانت هذه الدروس تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالفقه أو تتعلق بالمسائل التربوية السلوكية فيه فوائد كثيرة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المسيب ابن حزن رضي الله عنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطالب وأبا أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي أي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشريتين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وفي رواية عند الإمام الطبري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه أي عمي إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم علي عندي يدا إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا ولأنت أعظم علي حقا من والدي فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة يوم القيامة قل لا إله إلا الله فماذا كان جواب أبي طالب قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك وعند الإمام مسلم فأنزل الله تبارك تعالى ما كان للنبي الآيات التي ذكرناها وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا الحديث فيه دروس وعبر كثير أول هذه الدروس أن الإنسان الكافر يصح إسلامه قبل أن تصل روحه إلى الحلقوم وكذلك العاصي أو المذنب تصح توبته ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فهذا درس في غاية الأهمية وفائدة عظيمة أن الله تبارك تعالى لا يغلق باب التوبة ولا باب الرحمة حتى تصل الروح إلى الحلقوم فما دام فيك نفس وما دمت تستطيع أن تتكلم وفيك حياة ولم ترى ملك الموت بعينك أو تشاهد ملائكة الموت أو تصل الروح إلى الحلقوم فعندك فرصة عظيمة أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله ولذلك يصح إسلام من حضرته الوفاء أو من حضره الوفاء ما لم يشرع في النزع والإمام النووي رحمه الله بواب على ذلك في صحيح مسلم في تبويبه على صحيح مسلم قال باب صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة إذن يصح إسلام الكافر إذا أسلم قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم وهذا إن دل فإنما يدل على ساعة رحمة الله تبارك تعالى وصبره وحلمه على عباده وإرادته الخير لعباده وهذا الحديث من الأدلة الواضحة على هذا المعنى أن الكافر إذا أسلم قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم أو قبل أن يشرع في النزع أن الله تبارك تعالى يقبل إسلامه وإلا لما كان هناك فائدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمه وهو في هذه الحالة ويعرض عليه الشهادتين ويقول يا عمي قل إليه إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فلو كان الإسلام لا ينفع لا ينفع أبا طالب لما صح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام في هذه الحالة إذن ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم يصح الإسلام وهناك أدلة في القرآن وأدلة في السنة تؤكد أيضا هذا المعنى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام يهودي فلما مرض هذا الغلام مرضا شديدا يعني مرض مرض الموت فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه يعني نظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن أسمع كلام أبي القاسم أسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم أم أظل على ديني فقال له أبوه أطيع أبا القاسم يعني قال له أبوه أسلم أسلم لأن الإسلام فيه نجاتك وفيه الخير لك فأبوه يعلم أبوه اليهودي هذا يعلم أنه على ضلال وأنه على كفر وأن هذا الدين الذي هو عليه لن ينفعه بين هذا إلا وأن الدين الحق هو الإسلام ولذلك اختار لولده الصلاح والفلاح أما هو فلم يرضى لنفسه بذلك جحودا وإنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه أن يؤمن الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم وبقاه على دين آبائه لكنه لما أراد لولده أراد لولده الخير فقال له أطيع أبا القاسم فأسلم الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فلما مات قال صلوا على صاحبكم فلما مات يعني هذا الغلام قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم معنى ذلك أن الله قبل إسلام هذا الغلام واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقال صلوا على صاحبكم وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الحاكم والبيقي أحمد والزيادة له في رواية يعني هذه الزيادة للإمام أحمد رحمه الله وأما من القرآن فقول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فالآية في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قال أهل العلم يتوبون من قريب أي قبل أن تشرع الروح في النزع أو قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم هذا هو القريب فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أذنب مهما طال به العمر في الذنب يستطيع أن يتوب أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا يأس أبدا ولا يأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله فعبد الله بادر بالتوبة وسارع بالتوبة واعلم أن الله تبارك وتعالى غفون رحيم اعلم أن الله غفور رحيم وأن الله تبارك وتعالى سيقبل توبتك بمشيئته وفضله وكرمه فلا تيأس مدامت فيك الروح مدامت تتنفس توب إلى الله وارجع إلى الله تبارك وتعالى وليست التوبة الذين أعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن معنى ذلك أنه قبل أن يحضر أحدهم الموت يجوز له أن يتوب ويقبل الله توبة فهذا هو الدرس الأول المستفاد من وفاة أبي طالب أن الكافر إذا أسلم قبل أن تشرع الروح في النزع أن الكافر إذا أسلم قبل أن تصل الروح إلى الحقوم أو تشرع في النزع والغرغرة أن الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويقبل إسلامه وكذلك العاصي والمذنب إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله قبل أن تصل الروح إلى الحقوم فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل باقي الدروس والسلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة